المرحلة الأخيرة من معركة الحويجة بدأت هذا اليوم من أطراف القضاء نحو مركزه يحدد العبادي الهدف من الهجوم الأخير لاستعادة الحويجة من سيطرة تنظيم الدولة بعد حصار دام ثلاث سنوات فرضته القوات الحكومية والميليشيات على القضاء القوات الحكومية قالت إن الأطراف المشتركة في معركة الحويجة هي قطعات من الجيش الحكومي والشرطة الاتحادية تسندها ميليشيا الحشد وذلك بعد أن سيطرت هذه القوات على العديد من القرى المحيطة بالحويجة بينما كلفت قوات مكافحة الإرهاب بالهجوم على ناحية الرشاد انطلاقا من ناحية العلم شرقي تكريت في محافظة صلاح الدين نحو خمسين ألف عنصر ما بين محليين مكلف بالهجوم وآخرين من التحالف الدولي معنيين بالإسناد وقصف عنيف تشنه قوات الجيش والشرطة بالمدفعية والراجمات على أحياء الحويجة المكتضة بالمدنيين المحاصرين داخل القضاء وهو ما يمثل الخطوة الأخيرة قبل مواجهات مرتقبة مع مسلحي تنظيم الدولة الهجوم على مركز الحويجة قبل تاريخ استفتاء كردستان العراق كان هدف الحكومة لمنع الاستفتاء من تحقيق أهدافه كما يقول مراقبون لكن المعركة أجلت لما بعد الاستفتاء وجاء التأجيل بعد إعلان قوات البيشمرقة عدم مشاركتها في المعركة واكتفائها بحماية حدود كردستان العراق بينما أخذ العبادي تفويضا من البرلمان بفرض السيطرة الحكومية على جميع ما تسمى بالمناطق المتنازع عليها بما فيها مدينة كاركوك وأطرافها معركة الحويجة شارفت على نهايتها بعد حصار دام ثلاثة أعوام ونيف تسبب بمجاعة كبيرة بين سكانها كان آخرها تسجيل مئتي حالة وفاة خلال الأشهر الثلاثة الماضية كما تسبب استمرار القصف الجوي والمدفعي على القضاء في سقوط أكثر من ثلاثة آلاف مدني بين قتيل وجريح وفقا لإحصاءات مستشفى الحويجة العام أما عدد المدنيين الذين ما زالوا محاصرين فيصل إلى مائة ألف مدني مع تقديرات بنزوح نحو خمسة وستين ألف مدني من القضاء ألا تلك الم يزدن ناحية allوضوح